الحياة كلنا كمصريين بنسعد بوجود نجمنا الكبير محمد صلاح محمد صلاح وترشيحه في جائزة أحسن لعبة للكرة الزهبية للموسم ده الحياة محمد صلاح يعني برغم الأقويل والحديث الكبير جدا عن انتقاله للدور السعودي هذا الموسم لكن الحياة محمد صلاح كان حاطط على نفسه كده زي ما قلت يمكن الحلقة اللي فاتت عامل بابل كده على نفسه مركز بشكل كبير جدا جدا وكلنا زي ما بنقول أي قرار كان هيروح محمد صلاح هيروح هيجي هيقعد ده كلنا وراء محمد صلاح والنهاردة كمصريين فخورين جدا ان محمد صلاح طبعا مرشح للبلندور محمد صلاح يمكن السنة اللي فاتت حل في المركز الخامس بترتيب أفضل لعبين خلال الموسم الماضي اللي شهدت طبعا فوز الأسطورة كريم بنزيمة بالجائزة ويمكن القايمة وضعت قدام حضراتكم يمكن دلوقتي 30 لاعب 30 لاعب يمكن فريق المان منشستر سيتي كان لي الجانب الأكبر سبع لعيبة موجودين من صفوف المان سيتي وغاب طبعا عن القايمة يمكن من سنوات طويلة يمكن أكتر من 13 سنة بيغيب اسم كريستيانو رونالدو بيغيب عن هذه القايمة يعني من 12-13 سنة كان دايما كريستيانو موجود ده كان أبرز المرشحين الغائبين كريستيانو رونالدو تواجد طبعا غريم التقليد يليونال ميسي طبعا نجم فريق انتر ميامي الأمريكي دلوقتي بخلاف محمد صلاح وتواجد ثلاث لعبين من القرى السمراء الحقيقة ثلاث أفارقة موجودين المغربي ياسين بونو طبعا الحارس الكبير الناجيري فيكتور أوسمين طبعا اللاعب الكبير لاعب نابوليويا الكاميروني أونانا ده ثلاث لعبين بجانب طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح ويمكن كان الغائب كمان الأبرز في هذه القائمة هو طبعا الجزائري رياض محرز حقيقة بقول حضراتكم فخر كبير جدا لمحمد صلاح كلنا يعني فخورين بأن النجم دوت متواجد يعني أنا أفتكر دلوقتي للموسم السادس أو الموسم الخامس على التوالي أن محمد صلاح يتواجد ضمن هذه القائمة السنة الفاتت تلعى خامس إن شاء الله بإذن الله كلنا بندعيله وكلنا وراه عشان إن شاء الله يحقق إن شاء الله البلندور أو يكون في مركز متقدم يعني وده فخر كبير جدا أن يكون متواجد لهذه السنوات الطويلة ليبل صعب جدا وليبل عايز شخصية وعايز كراكتر كراكتر محمد صلاح إنه دايما متفوق ودايما بيتحدى نفسه في ظروف كتيرة جدا كل التأدير لمحمد صلاح خاصة في الإسبوعين أو الشهر اللي عاد دو كان ضغوط كبيرة جدا جدا والسوشيال ميديا في العالم كله مش في مصر بس فيه ضغط كبير جدا فيه ضغط على أقدارة ليبربول فيه ضغط على اللعيب كل الناس بتتكلم على انتقاله للدور السعودي ولكن محمد صلاح كالعادة بيعيش حالة من الاستقرار الزهني الاستقرار النفسي وبالتالي قراره بالبقاء في ليبربول ويمكن يكون تأجيل هذا الانتقال لمواسم مقادمة ولكن محمد صلاح متواجد في ليبربول بيتحدى الجميع الموسم دوت وبداية قوية جدا مع ليبربول ترجمة نانسي قنقر